يعني إزاي أخلي ابني يستقبل العام الدراسي الجديد الأول ليه بطاقة كده إيجابية أنا كأم إزاي أأهله نفسياً ده فكرة كمان الأمهات ساعات كثيرة بيحبوا من الصغر كده أن هم يعملوا صحاب جديدة لولادهم فكل ده أهل ابني نفسياً عليه زي هم بدئياً لازم بعض المفاهيم والأفكار في دماغة الأمهات تتغير أول حاجة إن الأول في المدرسة مش هو الأول في الحقيقة وإحنا كلنا في التعليم وشفنا يعني شفنا أوائل الكلية عندنا وأوائل سنوية عامة ممكن ما تعرفيش أساميهم دلوقتي بالضبط ومش كل اللي دخلوا طبه وهندسة هم أغنى ناس في الحياة ولا أسعد ناس في الزواج ولا أي حاجة فلازم يكون مدركين إن أنا ابني المفروض يبقى عنده مؤهلات للحياة المدرسة مناخ اجتماعي أكتر منه دراسي إنه بيتعامل مع الأكبر بعد شوية هيتعامل مع الأصغر فهو لازم يعرف يتعامل كويس فهي مناخ اجتماعي فعلاقاته الاجتماعية أهم من درجاته مناخ اجتماعي لأ طبعا طبعا يعني أوللنا بقى أكتر عن دراسة يعني هم عملوا دراسة في نظرية الزكاءات المتعددة إنه فيه كذا زكاء مش الزكاء الأكاديمي إن أنا أجيب أعلى درجة قال له لا يعني مثلا زي محمد صلاح عنده زكاء حركي الموسيقر عمر خيرت عنده زكاء موسيقي الخطباء بتوع الجامع المساجد بيبقى عندهم زكاء لغوي ففيه كذا زكاء فلاقوا إن المشاهير بتقول العالم المشاهير مش هما الجينيوس كلنا مخينا بيعالج المعلومات زي بقى لقوا المشاهير بتقول العالم عندهم حاجتين دي للمفروض كل قب تركز إنه هما يبقوا في ابنها من هو ببيه أول حاجة يبقى عنده مثابرة تاني حاجة يبقى عنده زكاء اجتماعي المثابرة إنه هو مايرجعش وأنا مامتي وأنا صغيرة كان بتعمليننا الموضوع ده مثلا بنجيب له مفاتيح أو سلسلة وهو ببيه صغير يجي أخدها تشدها مننا فنرجع ناخدها تاني تشدها مننا دي بتولد عند الطفل الإصرار الإصرار يا الحاجة آه منه هو صغير منه هو صغير لسه ببيه لسه بيشبع الحاجة ما يزهقش لما يقرأ كتاب لازم يجيبه للآخر أوكي لو هو لقدر الله فشل مايتعقتش لا لا ده هنجح وثابر فلازم يكون في دمخة مش إن هو يجيب درجات نهائية إن هو يبقى عنده مثابر إن إحنا نكمل إن إحنا لو إحنا حتى وإحنا بنلعب لو إنه هزمنا في مباراة في مباراة جاية لو فيه امتحان فيه امتحان جاي إن إحنا لو فيه قصة لازم نكملها لآخر يبقى تزرع فيه المثابر تاني حاجة الزكاء الاجتماعي إن هو يعرف يتعامل مع قرناء ومع زميل ومع أسد زيته أنا مش مهم إن هو يجيب درجات نهائية المهم إن تبقى علاقاته طيبة وعلاقاته طيبة دي سهلة إن هو مثلا وخد بمبون معاه وبمبون دي بتايعلي يعني من الحاجات اللي سعرها بسيط قوي ووزع على صحابه هيبقى فيه طاقة إيجابية بينهم لو فيه حد من صحابه زعلان أقوله طيب إنت ما سألتوش زعلان ليه فلان عيد ميلاده ده لو جاب له حاجة بسيطة جدا يعني إيه قوله مثلا هابي بيرتدي إن هو يمتص الخلافات إن هو يصلح إن هو يبقى قائد ما هو بقى كده في الحالة دي هيبقى قائد إن فكرة إن أنا قائد دي كمان إن أنا أخليه يشوف حاجات صحابه ما شافوهاش يعني مثلا واللي في القاهرة محظوظين بقصة دي عن الأقاليم يعني إن أنا مثلا أخذ واروح مسرح العرائس أخذ واروح المسرح القومي للطفل فهيروح يحكي لصحابه شوف حاجة تجربة جديدة هتبقى بالنسبة للأطفال حاجة مش كلهم شافوها